أعود بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرحم الراحمين صوتيات البشرى الإسلامية تقدم بيانات الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني هذا البيان يلقيه إليكم أحد أنصاره إلى الله والبيان بعنوان رد الإمام المهدي ناصر محمد اليماني على قوم مشركين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة محمد رسول الله صلى الله عليه وآله الأطهار وجميع أنصار الله الواحد القهار على مر الأجيال والعصور إلى اليوم الآخر ويا بشير يا من يحج المهدي المنتظر الذي يدعوكم إلى الاحتكام إلى الذكر فإن المهدي المنتظر لا يكفر إلا بما يخالف لمحكم الذكر وذلك المعيار الحق لكشف التحريف والتزيف سواء في الطورات أو في الإنجيل والسنة النبوية وبالنسبة للحديث الحق عن النبي يواطئ اسمه اسمي أن الإسم محمد يواطئ في اسم الإمام المهدي ناصر محمد فلو جاء هذا الحديث مخالفا لآية محكمة في الكتاب لكان ناصر محمد اليماني من أشد الناس كفرا بهذا الحديث لو كان جاء مخالفا لمحكم القرآن العظيم فاتق الله يا رجل فهل تريدني أن أكفر بأحاديث الحق عن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفلا تعلم أن الأحاديث الحق عن النبي أنها من عند الله كما هذا القرآن العظيم من عند الله وإنما نكفر بما جاء مخالفا لمحكم كتاب الله القرآن العظيم وأما الحديث الذي لا يخالف محكم الكتاب فحتما لا تجده يختلف مع العقل والمنطق وأضرب لك على ذلك مثلا قال محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة صدق عليه الصلاة والسلام فهل تراني سوف أقول إن هذا الحديث ما أنزل الله به من سلطان كون ليس له برهان في القرآن وأعوذ بالله من الشيطان أن أكون من الجاهلين بل أراه حديثا حقا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك ولا ريب كونه يصدقه العقل والمنطق فاتق الله يا بشير وإنما يكفر المهدي المنتظر بما يخالف لمحكم القرآن العظيم سواء يكون في الطورات وفي الإنجيل أو في السنة النبوية فما خطبكم لا تفقهون قولا وأما بالنسبة لأحمد الحسن اليماني فوالله إنه ليعلم نفسه أنه لمن الكاذبين ويعلم أنه ولي الشيطان الرجيم ويعلم أنه يريد أن يصد عن الصراط المستقيم ويعلم أنه من الذين يريدون أن يظل المسلمين ظلالا بعيدا كونه من ذريات الذين قال الله عنهم ودت طائفة من أهل الكتاب لو يظلونكم وما يظلون إلا أنفسهم وما يشعرون صدق الله العظيم ألا والله الذي لا إله غيره إن أحمد الحسن اليماني يدعوكم إلى الشرك بالله بسبب تعظيم الأنبياء والآئمة وأنتم لا تشعرون ألا والله إنه من عباد الطعوت الله تهاروت وقبيله ماروت من الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه من الذين قال الله عنهم من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه صدق الله العظيم فهو يريد أن يلخبط القرآن حتى يوهم الذين لا يعلمون أن القرآن العظيم غير محفوظ من التحريف وأن الآئمة من يقومون بترتيبه فانظروا لتغيير الكلمة ولخبط القرآن وكأنه يعيد ترتيب لفظه قاتله الله بل هو محفوظ ومرتب وما زالت كلمة واحدة عن موضعها ولكن انظروا إلى ترتيبه لصورة الكرسي فخلط من الصورة بما يليه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أحمد الحسن اليماني ومن ثم نقول له يا عدو الله أحمد الحسن اليماني وليس يماني من اليمن بل هو عراقي لماذا تخلط في لفظ القرآن بين آية الكرسي في صورة البقرة مع آية في صورة طاها مع آية في صورة الحش فهل تريد أن توهم المسلمين أن القرآن غير مرتب وليس محفوظ من التحريف وكذبت يا عدو الله بل آية الكرسي في صورة البقرة كما هي في كتاب الله القرآن العظيم بين يدي البشر نسخة واحدة في العالمين وقال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض بند الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرشيه السماوات والأرض ولا يؤد حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم بل إن أحمد الحسن اليماني من الذين يلحدون في أسماء الله الحسنى فيدخل فيه هسما من أسماء الشيطان وهو الإسم لاهوت فهو من أسماء الطاغوت فمثله كمثل الإسم هاروت وقبيله ماروت وذرياتهم يأجوج ومأجوج وقال الله تعالى يا بني آذما لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزعوا عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون صدق الله العظيم ويا إخواني هل تعلمون الهدف الشيطان للإمام الشيطان أحمد الحسن اليماني من أنه خلطا من صورة طاها وصورة الحشر فأضافه إلى آية الكرسي في صورة البقرة وذلك ليهم أن صاره أن القرآن غير محفوظ من التحريف وأنه صار ملخبط وأن الأئمة يقومون بترتيبه حين يبعثهم الله وكأنه يوحي إليهم بالقرآن من جديد كما كان يحيه على محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فانظروا إلى قوله عن آية الكرسي فيقول إنه سوف يأتي بها كما نزلت على محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فانظروا فتوعدوا الله بما يلي مرة أخرى إذ يقول فيعجب الشديد من قوم لا يفرقون بين الحمير والبعير كونهم لا يفرقون بين بيان المهدي المنتظر الحق من ربهم للقرآن بالقرآن وبين بيان المهديين الكاذبين المفطرين الذين استحوذت عليهم مساوس الشياطين كمثل الإمام الشيطاني أحمد الحسن اليماني من الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه المقصودة حتى في اللغ ألا لعنة الله عليك يا أحمد الحسن اليماني أو لعنة الله على الإمام المهدي ناصر محمد اليماني إن لم يكن المهدي المنتظر خليفة الله في الأرض فكيف آس على قوم مجرمين خليفة الله الإمام المهدي ناصر محمد اليماني ترجمة نانسي قنقر